أنا متجوزة من خمس سنين وعندي بنتي عندها ثلاث سنين وشكلتي إن حماتي بتتدخل في تربية بنتي وكل ما أقول لبنتي على حاجة عيب تعدل علي قدامها وتقول لي ملكيش أنت دعوة أنا اللي حرب بيها لأن ما بيعجبنيش أسلوبك أنت وأهلك في التربية صعبة شوية الحموضة طبعاً الكلمة دايقتني جداً واشتكت لجوزي وقال لي هي مش قصدها لقيتها في موضوع تاني قررت نفس الكلمة اتضيقت واجهتها غلط 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 قالت لي أنت عايزيني أجملك أصلاً أنت متدلعة زيادة عن اللزوم وأنا مش عايزة حفكتي تبقى زيك والكلام كان قدام جوزي ومردش عليها مش هيرد على أمه طبعاً أنا دلوقتي سبت البيت وشيت لأنني حسيت أن جوزي ما عملش حاجة عشاني هو شايف أني أنا اللي غلطانة اللي مفروض أستحمل عشان علشانه قولولي بقى أنا فعلاً غلطانة وأتصرف إزاي هو أنت غلطانة بس دكتور يعني أستاذ هي ما تقول الأول فضل هي غلطانة عشان هي ثابت البيت وعشان وجهت الستة الكبيرة أو وقفت قدامها فهي الفكرة كلها فكرة أنا أتعامل إزاي مع الستة دي أنا أتصرف معها إزاي هي والدتي بالزبط طب لو أنا تعاملت معها بشكل حاد أو بشكل مش مظبوط طب جوزي اللي أنا بحبه هيزعل مني لأنها والدته فحضرتك كل اللي هتعمنيه أنك هتزبري على الطريقة دي ولما حماتك أو والدته تمشي أنت يتعاملي مع بنتك بطريقتك لكن فكرة أنك تعادي تقف قدامها ند بند أو تتكلمي معاها بشكل مش لطيف ما هي برضو تعالي ندخل بقى في حتة هي عايزة تخلي حفيدتها أحسن واحدة وتعملها حلوة تربيها بشكل معاين فممكن يبقى مش أصدها خالص هنا هندخل في حتة كده بنسميها في الكوتشنج أنية وراء السلوك هي نية الست دي في سلوكها خير بالشر بس هي نيتها خير وتربي بنتك بشكل كويس يا كلامها تقيل بس سوي بس سلوكها ممكن يبقى مش أحسن حاجة اللي هو كلامها وطريقتها لكن هي ما تقصدش حاجة وحشة فهناخد ده من الحتة الحلوة وهنتعامل معاها بشكل ألطف وهدوق على كده لكن نرجع البيت بقى وما نزعلش وما نغضبش نابصي عايزة أقولك حاجة أنت غلطانة زي ما قالت الدكتورة أستاذ حيبة زي ما قالت وأنا مش عايزة أقعد أعيد الكلام تاني لكن هي أنت سمعت طبعا أنت غلطانة في حاجتين أولا ستة كبيرة دي تحترم مهما كان ما واجههاش أبدا وقوعت فيك لأن جوزك قدام مامته وقدامك هيواجهها ممكن بينه وبينه يكلم بينها وبينه يكلمها بالزبط خلي بقى ومش هيغلطها لأنه مش هيصغر أمه دي أمه أم الأم دي لها وضع فأنت احتويها اسمعي كلامي بقى خليك يسدت زكية كده واحتويها وكبري دماغك ولما تقول كلمتين دول اتحكي وهزري معاها ما تخديش الكلام جد بدلع معاها حبة بحبة هتحبك وهتاخد عليك خلاها تحبك لو حبيتك هي الوحدة هتلاقيها هاتهدي ايه طبعا وفيه كلام هتلاقيها بتقولوا اللي حفيدتها مظبوط وحلو في التربية بس خدين من من الحتة الحلوة مش إن هي عايزة هي اللي تبقى متحكمة مش هي اللي عايزة تربي ده ياريت خليها تربي معاك يعني ياريت هتخلي بالها معاك يعني كبرت معك كبرت معك ستة مرضو يعني إيه ابنها تاخد منها وجرب له عائل وعايزة تحس إن هي لسه موجودة ولسه مع ابنها بتتحكم فيه يعني برضو ده يعني يخليها ناخدها كده إيه بالراحة مش اشترك في بقات وطشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش